اشتركوا في القناة 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 تماما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماتش نلعب لاخر ماتش ان شاء الله الدوري بتاعنا. فكان بالنسبة لنا الحافز كبير بالنسبة للعيبة اللي موجودة يعني. ثقة ويقينه ان اللعيبة دي هتقدل عليها وهتاخد الدوري كان كبير جيد من دعاقه ويقال لكابتال احمد. لأ وبعدين بعد ازنا حضرتك. زمالكاوي يعني. لأ 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 معلش كابتال احمد رمضي ده لا يقرب بحد. واحد معلش يعني محارب مقاتل في جلب الملعب. ما اشتغلش على في نجل زمالك. رغم امكانيات ورغم ان هو كان مدير كورا مع مع كبرال. اوقات فترة طويلة مدير كورا. اعتقد ان هو اه في جلوب دايما الزمالكوية. تمام? مش عشان هو خدم نادي الزمالك. لا هو اجل نادي الزمالك. ولذلك ودي رسالة ليازم كل لعب في نادي الزمالك. يحط في ادنه وكابتال احمد احمد رمضي. عم افتحنا خريك تواجه رسالة لعب الحالية ده كل حاجة. بس طبعا اروح لعم وحيد عزة. اسمع منه برضو طبعا شوية. زكرياتك معنات الزمالك وبدأت ازاي? والزمالك بيمثل لحضرتك ايه? الزمالك احسن حاجة في حيات الواح. الزمالك ده عايش اللينا كلنا. الزمالك احنا برو نشجعه من اربعين سنة. بناديك الصحة. الله يخليك اكد. انت برضو بداية السبعينات يعني. اه. اه. يعني في جيل السبعينات حضرتك بدأت تشجع الزمالك. نعم نعم. واحنا بنشجع الزمالك ده من كل حتة. الاعلان من كل ناحية. الزمالك بيتحارب. فاحنا نحمد ربنا ان احنا في كل الحرب ده وبناخد برضو بطلات وعملين نحافة. الزمالك عزين دايما بجمهوره والناس اللي وقفة في ظهره دايما. نعم نعم نعم. فاحنا بصراحة يعني. العيلة بقى كلها زمالكوية ولا? طبعا. طبعا. نعم. نتلح لحضرتك خلدهم زمالكوية. كلنا زمالكوية. كلنا. نعم. نعم. قل لي يا ام صلاح انت بقى بالنسبة لك الزمالك ايه? انا يعني ما شاء الله عالم الزمالك. طبعا. انا بشكر حضرتك على الهديات الجميلة. انا بنا خليها. اه طبعا. انا بنده هدايا كتاب الله. الحمد لله. انا بنا يبارك لك يا رب. اه. الزمالك بالنسبة لنا يعني مش هكون قبر قوي. وطن. بمعنى كلمة وطن. وطن الثاني بعد مصر. حاشحان ما حدش قولك يا زمالكوية بقوله الوطن. وطن الثاني بعد مصر. زمالك لو طلب اي حاجة نعملها نعملها. لو هنمسح البلاط اه نادي الزمالك. ها قبل امسح البلاط. او لو كنتم مدير عاب في الترباط تعليم في طنطة. بنا بك الصحر. اشتغل للزمالك. وحب للزمالك. والحمد الله. بحمد ربنا اللي عائلة كلها زمالكوية. وولادي اخوات. اه ابن المخلف. اه المدام بتاعته. ربط العمليات. طلحت المولود والله العظيم حسن. ولفيته بعالم الزمالك. كل مرة كده. عشان يطلع. وطني. يطلع عنده وطنية. الزمالك عايش. من خمسة عشرين سنة كابتن. كان الزمالك بيلعب بالاولومبي. واحنا كسبنا بجون اوسكار. اه انا اليوم ده كان للماتش الساعة ثلاثة. يوم تسعينات. الله يناولي. اه اه اه. وما جبني بقول لفئة نهاية سنتين تريبة في نتجانية. اه. الماتش ده اه سيادتك. انا مكانش معاه فلوس. عشان يروح ايه الماتش. اه. تلاحتي لهم الله رحمها. معاك فلوس. الله رحم. لمراتي مفيش. وانا خلاص عايز اروح الماتش هروح الماتش. ده خلاص مصمم يعني قفلت معاك لازم اروح قماش. قال لا مش هرجحها. انت راح بيه. بطول راح الزمالك. المراجل مرجحها هو تلع زمالكاوي. كنت مسلا تشرب ستين جنيه. قال ستين جنيه هم. وتعد عليه بعد ما تيجي للماتش. تاخد ثلاثة متر ربيض ومتر احمر. بتعمل الاعلام وانت اعلام وتخلي نصوم عندك نصومها. اه زمالكاوي يعني. اه لا لا. اه تسعين في المية من اه جماهير طنطة ينتموني للزمالك. تسعين في المية من جماهير طنطة ينتموني الزمالك. زمالك عشق. زمالك روح. الزمالك اللي هو اللي بتنفسه. الزمالك هو الهرم والنيل. هو نجيب وزوين. آآ نجيب محفوظ واخد جايزة نوبل في الاداب. وفي الكيميا احمد زيول واخد. الحمد لله. دولة الزمالكاويه. العشق قاله روح. اي زمالكاوي لو طفل خمس سنينة. تليه فاهم? عقله ناضق. زي اتنين. ام. روح تانا هناك. ماتش دا كان اتنين اتنين وبعد كده. الله نوع عليك. وامانويل واشرف آسم جونة رابع. وامانويل. الشوت التاني اختلف تماما. اه. الله رحمه الخواجة كان لسه طالع جديد. الله رحمه. الله رحمه رفت الخواجة. الله رحمه. اه كان في الماتش ده. اما اتعدين يا اتنين اتنين. قال اه طلب بإذن الله هنكسب. اخبرت سعادتك. شاوتج اه شاتنج ستة وتسعين. اه جون فينا كان اتنين واحد. اتنين واحد. وايمان منصور. وماتعز عبدالله جابهون. قلنا خلاص بقى. قلنا قص ما فيش داعي. ربا جابه جون. دربات الجزائر. لا ما تفرجتش عليها. ما تفرجتش على دربات الجزائر. احنا كنت تقلت في المدرج اللي هو كان فوق خالص ده. بس في ناحية الجن ما تلعبش فيه دربات الجزائر. وقبل ساعتك والحمد لله. اخر بطولة كنت حضرها. بطولة ايه? الفين وتمانية الكاس. اه اسامة حسن. اه عمر ساكي. اما اتنين واحد. ده حضرت. حضرت ام بي اه. كسبنا الحمد لله اتنين واحد. اه. ورسالة من محمد ابن اللي انت سجلت معاه بطنطا. قال لي سلمني على الكابتن عبدالواحد. انا ان شاء الله ما وجودين مع جمهور الزمالك في كل مكان. وبنحمد ربنا ان احنا ايه زمالكوية. ده نعمة كبيرة اوى 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 اوى. والله 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 العظيم تلاتة مباردة. وحق كتاب الله. لو حطوا قدامي عشر مليون جنيه. ولو سيب الزمالك اقول لهم لا. والله. ترنيع الزمالك وتشجيع الزمالك وتشيرت الزمالك اعظم اي شي. ده الزمالك. ده الوطن ده العشق. ده الحياة. ده الله حاجة ما هو النيل. الزمالك احسن حاجة بالدنيا. اللي بتفرحنا. نكسبنا تبار المرة اللي فاتت. لفت فتنطب العجلة. وماسك حلم الزمالك. انت الزمالك بيوثر مع حضرك مشكلة. لا 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 زمالك ده ده الوطن بيه. حبيبي حياتك رحب. زمالك ابنك. لو حد جي جي ابنك انا. هتعمل في ايه. امروته. لو حد جي اخد ابن. بس زمالك. ده العشق. ده اللي جوع. ده الاول بتتنفسه. عايزة استغل لحضرتك في في الحماس اللي موجودة انا حاجة. بلغ اللعيبة اللي موجودة دلوقتي رسالة من جمهورنات زمالك لنا ده الهدف من البرنامج النصوط الجماهير يوصل للاعيبة. بنقول لهم يا كاباتن بنحبكم. وش عب تزعلونا بس برضو بنحبكم. عايزين منكم العب بروح العب بجدية. واتشرت الزمالك غالي اوى 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 اوى. يكفي حب الجمهور لك. عايز ايه? انا مواحد بقول اه عن مصلاح زم كوا من طنطة. يا عندي بص. خلاص. كنا طيب. الزمالك هو الجنة. الزمالك جنة. ازا كان فيه غنيه في العراء. اه مغني عرئيس مسعدون جابه. زي عبد الحليم عندنا. بيقول يا سعتك اقول لها. اتفضل براحتك اه. بقول اه عيني عيني اللي مضيع الدهب بسوق الدهب يلجاه. واللي مفاجج محب يمكن بعد وقت يلجاه. بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلجاه. والزمالك وطن وطن لجيش. واحنا جنودك هزمالك. واحنا جيشك. واحنا كل حاجة. وهن نشجع الزمالك. ده اخي قطوة. واول كلمة ان اتقى لساني زمالك. واخر كلمة يتقى لساني. اقول الله الوطن. الزمالك. عم وحيد اقول لرسالة لعبنا الزمالك. قل لي بقى عايز تقول لهم يعني. عايز تقول لهم لعبوا كده بروح ولعبوا بحماس ويكونوا يعني حسوا بجمهاركو شوي. جمهاركو ببس بتتقطع. والله العظيم في ناس بتاعد بسببكو. فما ينفعش كده لازم تحسوا بين. ماشي عم. عم وحيد ماشي. ايه توصل رسالتك توصلون بإذن الله. اه مفتاح. اه بنقول لنا نادي زمالك. اه بنقول لنا عايز بقى الصوت اللي كانوا باعايا فاولي الحلقة. بنقول لنا عايب نادي زمالك. شفت عم صلاح ما شاء الله بيحبوكو عشان انتوا لعيبة نادي الزمالك. مم. وعرفوا ان نادي الزمالك ده وطن. والوطن لا يقال. اللي هيخون نادي الزمالك. آآ هيطلع من جلوب كل الزمالكوية. مش انا بس. توم من توم. بتحفظهم على نادي الزمالك وتقدم النادي الزمالك وبتفرحونا. حبلنشيوكو فوق الدماغني. تمام? ان انا من جميل شوية ذكرت الكابتن احمد آآ رمضي. حب بالزمالك. متمسك بالزمالك. لدرجة ان هو آآ التدريب ده آآ آآ كابتن المفروض ان انا لما نبقى مدرب. نبقى مدرب عن مشاعب. لان انت نجن من الفرق من الفرق. ما هو زمالك بس. تمام? انما الراجل خاد قرار. انا انا زمالكاوي. فانا مش 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 هندرب مش هنعمل في مصر الا في في نادي الزمالك. تمام? فانا النهاردة بنقول للاعيبة نادي الزمالك الحاليين. واللي جايين بعد منهم. اعرفوا ان انتم شوفوا شوفوا جديه لعيبة كبيرة. واسميهم كالرنانة. ولكن عندما تخلوا عن نادي الزمالك. نادي الزمالك بنفسه وجماهيره. تخلوا عنهم. فين ذكرهم من النهاردة. مش هنقول لأسماء. كل عارف مين فلان ومين اعلان. كان بيعمل ايه في نادي الزمالك. دخل منتخب مصري من خلال نادي الزمالك. تمام? لما ترك نادي الزمالك او دور عن الفلوس او 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 او. الاول نادي الزمالك. نادي الزمالك ما بيقول في حجوك حج. اي فلوس. عند نادي الزمالك فهي مضمونة. ما عليش. احنا رجيت النهاردة. ما عليش يعني. آآ. نجلس ادارات. ماشت وراحلت. ومنهم من كان بيقول ان هو بيصرف عن نادي الزمالك من جيبه. ولكن الادارة الحالية حاليا للنهاردة هي اللي بتدفع لهم الفلوس. مش برضو مش هنقول اسماء. قد تكون حضرتك منهم. معلش انا الكابتل عبدالواحد. حضرتك كان من من اهم الحراس اللي اللي زهروا في نادي الزمالك. اه حضرتك والكابتل عادل المأمور والكابتل العماد المنتو. وغيركم يا انا. تمام? تنازلتم. والنهاردة برضو تنازلتم عن 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 فلوس لكم ومستحقات لكم. لاني نادي الزمالك كبير. وانتو النهاردة لجلس النهاردة انتو كبار. انتو في نظر نادي الزمالك كبار. ليه? لانكم كفحتم بعرج وكفاح وبدموع. ما ننساش حضرتك. لحضرتك ماتش حضرتك في معلش انا اسف برضو ان انا ذكرت اسم حضرتك. يا عازك توجه رسالة العيدة. لم انا 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 اقول لحضرتك ماتش حضرتك لما بكيت في في يوم ماتش الشرطة. ما كنا مغلوبين. تمام? وربنا كرمنا بجموعك لغالية ليت. فعاوز نقول للاعبة مصر ولعبة نادي الزمالك. بص لده. بص لجماهير نادي الزمالك اللي جاءت النهاردة فاكرة الكلام ده. جماهير نادي الزمالك ما بتنساش حاجة. ما بتنساش الحاجة الحلوة. وبرضو ما بتنساش الحاجة الوحشة. جماهير نادي الزمالك ما بتنساش كل واحد بضحب جهده وبعرج من اجل بيفرحنا. تمام? وفي نفس الوقت جماهير نادي الزمالك لا لا تذكر او او بترفض اي اي لاعب اه تسبب في انكسارنا اه اي لاعب اه تسبب في في ان هو يسير نادي الزمالك اه اه زمالك وطن. انا انا اهم حاجة صوتك ده ان شاء الله يوصل لعبة نادي الزمالك. حضرتك بقى تقول لي رسالة سريعة كده للاعبة نادي الزمالك. انا انا رسالة اللعابة زمالك يا كابتان عبدالواحد. quello نادي الزمالك الف وتسعمية واحد içerرة. ستة وسابعين بطولة. اللعابة اللي جابت بطولة للزمالك جمهور الزمالك لسه في كرة. وجمهور الزمالك زي ما قلتى في البداية كمهور الزمالك واعا وبيفهم باعرف اللعاب اللي بيلعب من اجل الكيان. واللعاب اللي بيلعب من اجل المال. فاللعابة اللعابة انا بقى انا بقى بوجه النسار اللعابة اللي بتجدد ولسه مجددتش. احنا ممكن احنا ستة وسبعين بطولة. السنة دي انا اتبسطت عما سيادته المستشار طلع وقال وده فرصة لللعابة وده وقت لللعابة اللي مش عايز يجدد بالسلامة. هنجيب لعابة جديدة والزمالك كل اللعابة اللي في الزمالك مكانوش معروفين قبل ما يخش ندي الزمالك. وده حقا يا كابتن. هاتلي لعب في ندي الزمالك الوقت اللي الان دي بتجرى وراها هو بلعب في النادي بتاعه وكان حد عايزه. الزمالك هو اللي بعمل النجوم هو اللي بعمل لعبها. فالعب من اجل الكيان. ما تلعبش من اجل المال لان الوقت في فلوسك كل لعب الوقت ضامن فلوسه. كل لعب انت لو قاعد عديك يا كابتن والنادي مشاك بتروح بتروح الفيبوب بتاخد فلوسك كاملة. فانت فلوسك جاه بس عم. بس عشان الفلينة وروح الفريق ومن اللي بيلعب من اجل المال انا اهم عجب السوتك يوصل بقى ان شاء الله للعيبة باذن الله وده هدفنا في التالت ايمين انا طبعا بشكركم وكيد تعبناكم من مشوار يعني اسلام حاجة كلنا انا شغفنا بيك يا كابتن والله ربنا يا خليك ويوم عيد بالنسبان ان احنا في نادي الزمالك ده العيد بتاعنا كده خلصت فقرتنا النهاردة نراكم في فقرة قادمة باذن الله اشتركوا في القناة